لأفترض أنه قامت الحرب وانتهت الحرب وأنت قلت هناك بعض القرارات ما هدت لما بعد الحرب ما هو موقف المجلس الأمن بعد أن قامت الحرب من تجاوز قراراته من موضوع تحرير الكويت إلى تهديم البنية التحتية للعراق والهجوم على العراق وتدمير كل ما موجود في العراق في تلك الفترة من كهرباء وماء وغير من الأمور يعني القرار لم يشمل يعني هو شمل أرض الكويت فقط وليس أرض العراق في موضوع استخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت الفقرة الأولى من قرار 678 الذي صدر يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر 1990 تقول أن لكل هذه الدول الحق في استخدام الوسائل اللازمة التي تراها مناسبة لإجبار العراق أو إجزام العراق لتنفيذ قرار 660 وقرارات اللاحقة العشرة الأخرى التي صدرت بعد قرار 660 الفقرة الثانية تقول وتحقيق السلم والأمن الدولي إزالة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدولي في الفقرة الثانية هذه العبارة كان المسؤولون الأمريكيون ينوهون عنها أن الموضوع الأساسي في المنطقة ليس فقط إزالة العدوان الذي جرى على الكويت كما يقولونهم وإنما إزالة التهديد الذي تشكله صواريخ الباليستية انتشار الصدر الصواريخ الباليستية والأسلحة البيولوجية والكيميائية والتقنيات النووية حسب النص الذي ورد على لسان بوش أمام الكونغرس فلذلك هذه العبارة السلم والأمن الدولي إزالة التهديد الذي يشكله هذا الإجراء للسلم والأمن الدولي كان يقصد به التهيئة لما حدث في أثناء الحرب أن الإجراء هو لا يتحدد بالكويت فقط وجرى هذا صار يعني من الآن على سوء على حضرتك مجلس الأمن لم يصدر أي قرار في كل فترة الحرب كان يعقد جلسات سرية رسمية سرية يتناول فيها التقارير التي ترسلها الدول الكبرى المعنية بالحرب وسئل السفير السوفيتي فارنسوف في يوم 16 كانون الثاني سأله أحد الصحفيين في الأمم المتحدة قالوا ما رأيكم أنتم فيما يقوم به البنتاغون باسمكم فقال له فارنسوف من نحن لكي نقول لا للبنتاغون داكولار سئل سالة لومونت وديرش بيكل ما رأيكم كأمم المتحدة في هذا قال لها هذه الحرب ليست حرب الأمم المتحدة هذه إنها ليست حرب الأمم المتحدة فنحن نتلقى تقارير كل ثلاثة أيام من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المعنية بهذا التدخل العسكري في العمليات عن سير العمليات مجلس الأمن يتخذ القرار تنفذه الولايات المتحدة وحليفاتها والمجلس الأمن لا علاقة له بما يجري في الساحة العراقية من تدمير وجرى تدمير شامل لكل البنية الأساسية العسكرية والمدنية العراقية